نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعة بشأن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021-2022 وأكد المركز الإعلامي انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوفر بهم جميع شروط الاستحقاق اشتركوا في القناة